في إيطاليا بدأ شهر العسل بين الأسواق ورئيس الوزراء الجديد ماتايو رينسي ربما يكون ذلك نتيجة احتمال تشكيل حكومة مستقرة حتى 2018 أو العودة إلى الأداء الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه معهد الإحصاء في يوم استقالة إنريكو ليتا الحقيقة هي أن علاوة المخاطر على السندات الإيطالية لأجال عشر سنوات المتداولة في السوق الثانوية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر شباط فبراير 2006 قرار وكالة موديس خفض معدل الاقتراض الإيطالي إلى حوالي ثلاثة وستة مئوية مقابل سبعة وثلاثة مئوية في أواخر 2011 المسألة نسبية ولكن الانخفاض المستمر في تكلفة الديون الإيطالية يعد نبأا عظيما بالنسبة لرئيس الوزراء المكلف ماتايو رينسي الفارق بين أسعار الاقتراض الإيطالية والألمانية انخفض إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات مع التكاهنات التي تصاحب الحكومة الجديدة كما يقول هذا الخبير الأسواق تثق على الأرجح في قدرة رينسي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها إيطاليا رغم انتهاء الركود في إيطاليا إلى أنازمة النمو تظل حاضرة دائما مع الديون التي بلغت 2000 مليار يورو ماتايو رينسي سيكون على عتقه معالجة سوق العمل في أذار مارس مع البطالة التي سجلت أكثر من 12 مئوية وإصلاح الإدارة العامة في نيسان أبريل الفعاليات الاقتصادية تطالب السلطة التنفيذية بتخفيف العباء الاجتماعية لكن نجاعة وسرعة أي تحرك ستكون مرتبطة بالشخصية التي ستتولى حقيبة الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر